سليل عائلة جمهورية ومحارب يقدم روحه من اجل المقاومة لكنه ايضا خائن تقدم الصفوف الاولى في المقاومة الايرلندية ضد الحكم البريطاني انه دينيس دونالدسون الذي وقف على شعرة واحدة بين ان يكون بطلا مقاوما او خائنا منبوذا فما قصته ولد دينيس دونالدسون عام الف وتسعمائة وخمسين في بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية التي كانت خاضعة للحكم البريطاني انذاك والتحق مبكرا بالجيش الايرلندي الجمهوري الذي مثل الجناح العسكرية للمعارضة وتحديدا حزب الشينفين وظهرك بطل قومي بعد مساهمته في صد هجوم لموالين بريطانيين على منطقة شورتستراند في بلفاست عام الف وتسعمائة وسبعين في بداية الثمانينيات اوكلت له مهمة التجسس في لتنسيق جمع وتصوير الوثائق السرية البريطانية فيما كانت المخابرات البريطانية قد نجحت في تجنيده لصالحها بعد تهديدات او مضايقات حسب ما وصف لاحقا فكان يجمع الوثائق والمعلومات المزدوجة للطرفين خلال العقدين التاليين ارسل الجيش الايرلندي دونالدسن بمهمات حول العالم مثل كسب اصدقاء او شراء اسلحة من الخارج فزار اوروبا والولايات المتحدة الامريكية واجزاء كثيرة من الشرق الاوسط كما سجلت له المساهمة باطلاق سراح الرهينة الايرلندي في لبنان براين كينان اثناء ذلك اصبح دونالدسن من رموز حزب الشينفين خصوصا عندما عمل مديرا لمكتب الحزب في ستورمونت وكان مقربا من مراكز صنع القرار قبل ان يعينه الحزب مديرا لجمعية ايرلندا الشمالية العاملة في مبالي البرلمان في اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين في اكتوبر عام الفين واثنين اعتقلته الشرطة الايرلندية التابعة للبريطانيين مع اخرين بمداهمات متلفزة بتهمة الانتماء لحلقة تجسس جمهورية جمعت كميات كبيرة من الوثائق السرية لصالح حزب الشينفين ادت هذه الحديثة الى اسقاط ادارة تقاسم السلطة بين حزب الاولستر الموالي لبريطانيا وحزب الشينفين قبل ان تسقط النيابة العامة لايرلندا الشمالية التهم التجسسية عن دونالدسن ومتهمين اخرين في مطلع ديسمبر من العام الفين وخمسة بحجة ان المصلحة العامة تقتضي عدم المضيف القضية في الشهر نفسه ظهر جيري ادامز رئيس حزب الشينفين بمؤتمر صحفي ليعلن ان دونالدسن كان عميلا للمخابرات البريطانية كما اتهم بزرع اجهزة تنص سرية في مراكز لهم وتسريب وثائق ومعلومات مهمة فيما برر دونالدسن فعلته بانه جند بعد المساومة على حياته خلال فترات ضعف مر بها ثم انعزل في كوخ بعيد عن العاصمة حيث كان يعيل نفسه بتقطيع الحطب والطهي ويعيش بدون كهرباء او مياه جارية قبل ان يعتر عليه مقتولا هناك في الرابع من ابريل للعام الفين وستة بعد وفاته عثر على ملف يشرح فيه دونالدسن تفاصيل عمالته داخل الحركة الجمهورية فيما شكل ضربة موجعة للجمهوريين الذين اعتبروه احد رموز المقاومة الوطنية اشتركوا في القناة